بكرة ممتدين مع حضراتكم مش عديل 12 لا ممتدين مع حضراتكم ان شاء الله بكرة بكرة عندنا اجواء ان شاء الله جميلة جدا اجواء احتفالية جدا بكرة كمان هيشرفنا كمان وفد برلمان دول البحر المتوسط هيكونوا معانا على هواب بإذن الله بكرة وسيادة النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب والرئيس الوفد اللي هو الوفد ده اللي بيمثل 28 دولة البحر المتوسط اللي بيتابعوا العملية الانتخابية مبارح والنهاردة وبكرة كمان وكانوا عمل لقاء مع الهالة الوطنية للانتخابات وزاروا مقر مجلس النواب المصري هيكونوا معانا بكرة مجموعة منهم على الهواء لانه كمان يدون يعني اطلالة على زيارتهم النهاردة الاسكندرية وعلى لجان اسكندرية وعلى الوضع في الاسكندرية والمتابعة لعملية الانتخابية اللي كانوا موجودين مع النائب محمد ابو العنين يوم طويل النهاردة في اسكندرية ولكن يوم مهم ان احنا كمان نسمع الاخرين بيقولوا عننا ايه ونشوف الاخرين بيشوفوا انتخاباتنا شكلها ازاي ومتابعتهم للعملية الانتخابية وزي ما هم عاملين جوالها زي ما حضراتكم بتشوفوا كده مع النائب محمد ابن العين فيه النهاردة راحوا 8-9 لجان في محافظة الاسكندرية وبعدها راحوا المكتبة ولكن كان زياراتهم مهمة اوي للجان محافظة الاسكندرية عشان يطمئنوا على العملية الانتخابية ومتابعة العملية الانتخابية في 8-9 لجان في محافظة الاسكندرية ويطمئنوا على الناس اطمئنوا كمان شافوا الاخبال شكله ازاي شافوا كمان الدور والتقوا برؤساء اللجان رؤساء اللجان الفرعية او رؤساء اللجان العامة ومنهم مشار محمد سالم وكان محمد العيني حتى النهاردة نتكلم هناك كلمة سيدة مشار محمد كمان كان ليه الشرف كمان والناس زي ما بقولوا حقوا يعني متابعة على اعلى مستوى واشراف قضاء كامل ونزيه وحياد وده اللي يمكن ثناء من جانب كل وسائل اعلام والمراقبين او المتابعين الدوليين منظمات الدولية وايضا بعثة برلمان دول البحر المتوسط ايضا اشادة كمان بالعملية الانتخابية وايضا حتى بالاشراف القضاء الكامل وواضح وهم شافوا احنا بنشوفوا الدنيا كلها شايفة والمرسلين الجانب كلهم شايفين والمنظمات سواء الاتحاد الافريقي او تجمع الكوميسا او جمعة الدول العربية وحتى من الاتحاد الاوروبي وكل المرسلين الاجانب اللي موجودين ايضا على الارض المرسلين الموجودين على الارض اكتر بنتكلم على الستمائة سبعمائة واحد موجودين بيجوبوا كل انحاء الجمهورية يروحوا زي ما هم عايزين يتابعوا اللي جانب زي ما هم عايزين وافد الدام حضراتكم برئاسة الناب محمد ابو العنين برلمان دول البحر المتوسط وافد مهم جدا مجموعة من ايطاليا من قبرص من البرتغال من المغرب طبعا بيشاركوا في هذه العملية وانها محمد العنين مع اعضاء وافد برلمان دول البحر المتوسط داخل احدى اللجان الفرعية في محافظة الاسكندرية متابعة من جانبهم للعملية الانتخابية وبالتالي بيكون هناك تقرير مفصل عن اللي شافوه على مدار التلات ايام وحتى اليوم السبق الانتخابات في مقار الهالة الوطن الانتخابات ولقاء كان مع المشار حازم بدوي رئيس الهالة الوطن الانتخابات والمشار احمد من داري رئيس الجهاز التنفيذي الهالة الوطن الانتخابات وايضا الجولة اللي عملوها مبارح في الجيزة على اللجان الجيزة ايضا شافوا 7-8 لجان في الجيزة والنهاردة في الإسكندرية سبع تمن تسع لجان في الإسكندرية أيضا مع الوفد اللي حضراتكم بتشافوه وكان طبعا التركيز على إيه اللي بيحصل عمل الانتخابية بيتم إزاي الجولات بيتموا إزاي بيطمئنوا وكمان على وراحوا حتى لجان انتخابية في أبيس أبيس 8 تبعد يعني ربما نص ساعة واربعين دقيقة أقل من ساعة ما بين مدينة الإسكندرية إلى أبيس 8 وزاروا اللي جان هناك وشفوا اللي جان هناك واتقوا مع الناس هناك وكان أيضا لواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية موجود معهم إذن جولة مهمة النهاردة قام بها وفد برلمان دول البحر المتوسط في محافظة الإسكندرية وعلى لجان محافظة الإسكندرية زي ما حكوا بتتبعوا الوفد وطبعا الزيارة المهمة النهاردة لأيضا متابعة العملية الانتخابية هذا البرلمان يقدم تقرير لكافة دول العالم والتقرير ده بيكون تقرير مهم جدا من أهم البرلمانات اللي موجودة في العالم كله برلمان دول حوض البحر المتوسط ودول كون لهم تقريرهم مهم جدا بيترفع كمان يقدم للأمم المتحدة عن مصر وعن العملية الانتخابية في مصر وزي ما حكوا بتتبعوا وبتشوفوا سواء هذا الوفد اللي هو بيترأسه النايب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب المصري ورئيس بعثة وفد برلمان دول البحر المتوسط بيتضم مجموعة من إيطاليا من قبرص من البرتغال من المغرب كلهم مشاركين في هذا الوفد المهم وليبيا طبعا الشقيقة موجودين داخل مع هذا الوفد الذي قام اليوم بهذه الزيارة والجولة المهمة جدا إلى لجان محافظة الإسكندرية وتسجيل ملاحظات زي ما حداكم بتشوفوا كده الوفد كمان بيشوف اللجان بتشوفوا الطوابير شاف الحجم الإقبال هما بالمناسبة شافوا تحية طبعا النائب محمد أبو العنين بيحيي الناخبين وكل التحية أيضا لهم وطبعا لقاءات مع رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء اللجان العامة في محافظة الإسكندرية على مدار اليوم النهاردة جهد كبير جدا بازلوا والله النائب محمد أبو العنين له كل التحية على هذا المجهود المجهود ده عشان زي ما بقول كده هي الرسالة هنا ايه الرسالة هنا الوفد الموجود ده وفد ممثل لبرلمان مهم جدا دول حضر البحر المتوسط طيب لما بيجي هنا عشان يشوف برئاسة النائب محمد أبو العنين وبالتالي أعضاء الوفد دول بيتابعوا عملية انتخابية انت بتبقى أيضا في حاجة ان احنا يشوفوا والله احنا بنعمل ايه يتفضلوا يشوفوا ويشوفوا ويسألوا أي أسئلة لرؤساء اللجان واللجان ويتابعوا بنفسهم بيبقاش نقلا عن لا أنا موجود في مصر أنا موجود في اسكندرية النهاردة أنا عامل جولة في اسكندرية النهاردة بتفقد اللجان موجودين قدام حضراتكم هم داخل اللجان ويسألوا داخل اللجان الفراعية في اسكندرية هو ده دي رسالة بتخرج من مصر ده دي رسالة مهمة